موسيقى أنا السياد فوزة عبدالله نعيم النجار أحكم السيادين صرت ضررا من العجوان الأخير إحنا تدررنا من الحصار وتدررنا من جائحة كورونا وتدررنا من الحروب بالنسبة للعجوان الأخيرة علينا الضرر كبير بقى عندي في عندي الجير تاع الماكينة المحرك يعني بطل يمشي معاي عندي الشبك كله تنف لأنه كل غزرنا بقى في الشمس وإيجا تخطى كما للجير يعني هوية للجير من القصف بتاع القبوة تحت الأطلال إحنا منقدرش كمان في الحرب نصل لماءنا كلهيته طبعا شبكنا ومكانتنا وحذرتنا وهذا كان ضرر الجير إنا أنا المزارة محمد قديح من سكان خزاعة عيل إلى خمس أفراد من الأسرة من العدوان الأخير تعرضت إلى ضرر في الدفئة الزراعية من نيلون ومزاريب وخشم مزاريب وريشة وخطوط ناقلة نتيجة قصف بجانب الدفئة الصيادين على وجه الخصوص يعني بعانوا أكثر من إشكالية وأكثر من ضرر ناتج عن الحصار وإغلاق البحر في وجههم تاني شغل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحقهم في عرض البحر وحرمانهم من ممارسة مهنة الصيد بشكل حر وآمن والشغل الثاني اللي بعانوا منها هو موضوع كورونا وآثارها على المجتمع الفلسطيني بشكل عام والتي تختصت الصيادين في هذا الموضوع وكمان موضوع الحصار لازال بيطبق وبأثر على موضوع الصيادين حيث أن أدوات الصيادين المستخدمة والقوارب الخاصة فيهم تحتاج إلى عمليات صيانة ومواد يمنع الاحتلال من دخولها وهي تسمى مواد تنائية الاستخدام وبالتالي الصياد بعاني من أكثر من ظرف في نفس اللحظة نتيجة للعجوان التي تعرضت له الأراضي الزراعية بشكل ممنهج خلال مايو 2021 والذي تسبب أولاً بأدرار مباشرة وهي عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم الزراعية عدم قدرة المزارعين للاعتناء بمحاصيلهم مما ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي للمزارع الذي هو بالأساس متدهور نتيجة للكثير من الأزمات التي مر بها القطاع الزراعي أولاً الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2006 ثانياً أزمة كورونا وانتهاءاً بالعدوان مايو 2021 وحالياً التغير المناخ الذي يؤثر على كل مناح الحياة وتخصيصاً القطاع الزراعي ترجمة نانسي قنقر